موسيقى 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 خاصة بعد ما تم اعادة مقترح القانون يعني تم الاعتراض عليه واحد السياقات مختلفة اللي غنعرفوها في هاد الحلقة ايضا سبق لنا عرفناها في الحلقة الماضية والان هنعرفوها في حلقة في هاد الحلقة تم اعادة مقترح القانون للجنة المالية بنفس المجلس لمناقشة هذه القضايا وقضايا سياسية اخرى وحزبية ايضا واخرى مرتبطة ايضا بالانتخابات المقبلة يسعدني ان اصدفى استرحال مكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين بداية استرحال شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بي مرحبا سيوس نتمنى تكون فرصة تطلعوا الرأي العام اللي مازال تبغي عرف تفاصيل اخرى حول هذا الموضوع طبعا نخلي في الجدال كي اللي سماه بفاضيحة اخلاقية كي اللي سماه بجريمة مالية اللي غير ذلك هاد فرصة باش نتعرفو على لسانكم اشنو 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 اللي وقع والكي مجلسين نبغيو نعرفو في حقا قبل ونصل هذا الموضوع ديال اللقاء اللي اللي تتعقد ما بينكم وبين بعض اطر وخبراء ديال صندوق ايدعو التدبير اللي بارح مع الصباح نبغيو نعرف اشنو وقع ثلاثة اللي قبل هذا ومن كان المشروع مقصرح القانون كان يعني في الساعة الاخيرة من المصادقة عليه في جلسة ديال المجلس المساشرين وتم الاعتراض عليه اشنو اللي جرب التبط اولا سنساعد عليكم من جميع المشاهدين مبارك الله في قناة ليه لكم مبارك الله وكان نحييكم بحقا على الاهتمام بهذا الموضوع اللي متابعوا الرأي العام وان كان طبعا اهتمامات اليوم ديال الرأي العام وديال المغربة متعلقة بمقسلين بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ولكن هذا الموضوع كان عنده نصيبه من الاهتمام ماشي دائما ايجابي ولكن مزياني يعني الناس تكون عندها معطيات هاد هاد الموضوع اللي هو موضوع ديال التقاعد بنسبة البرلمانيين هدا يعني البداية دياله كان في التسعينات يعني في تلاتة وتسعين كان تدار نظام ديال التقاعد بنسبة للمجلس النواب وهو نظام إجباري يعني كيتفرد باش كي يجوه نائب كي ينخارط بصفة إجبارية فاد الصندوق كينا مساهمة من عنده ومساهمة ديال المجلس باش يبقالو واحد باش كون عنده واحد واحد تقاعد عمري يعني فقط عنده علاقة بالحياة ديال الشخص يعني باش كيتوفى الشخص كي يوقف ذلك التقاعد ما كيش دوي الحقوق ليه هو ليه هو فقط لفترات الحياة دياله بعد ما كيكون أدى يعني المهام دياله كنائب طبعاً صياقات كيفاش دار وعلاج الدار هذي يمكن نرجع إليها فتسعوده تسعين دار نفس النظام بالنسبة للمجلس المستشارين يعني القانون اللي الدار للنواب اصبح يسري أيضاً على المستشارين وقعته طبعاً بعد تغييرات خلال سنوات على مستوى كيفاش يتم يعني النسبة ديال المساهمة وكيفا يتم احتزاب ذلك التقاعد لأنه عنده علاقة بعدد السنوات اللي كيدووزها الشخص كنائب أو كمستشار اللي وقع هو أنه خلال السنوات الأخيرة بالضبط يعني نقولوا من 2010-2011 خصوصاً بدك يوقع يعني عدم توازن ما بين المساهمات اللي كالدار خصوص مجلس النواب وما بين التعويضات أو المعاشات اللي كالتعطل النواب اللي سبق ليهم كانوا نواب يعني اللي تقاعد بدك ينواحد الفرق يعني ما بين ثمانيات المليون تقريباً لعدنا المساهمات السنوية يعني 27 مليون درهم بالنسبة النواب ولكن المعاشات 78 مليون ديال درهم سنوي يعني يبدأوا واحد الفرق يعني بين بينناه ما بين المساهمات المقاطعة نخليوا الأرقام نشرحوا بعدك لا عربة نشرحوا كين اختلال فهمنا بأنه ما بين الميزاني للصندوق وما بين هذا الاختلال وقع نعم نعم وقفت المعاشات نعم وبدأ النقاش حول طريقتي كان نقاش فيه على إصلاح هذه السناضيق كيفاش نمو ساهمة تغيير واش الناس يمكن ما بدات شددك التقاعد حتى توصل لسين تقاعد مش الواحد يري خروج بيبقاش نائب يكون عنده مثلا لاتين عام ربعين عام بيبقاش يشددك التقاعد حتى هذا بدا نقاش بقا ماشي النقاش في اللقر توصل النواب الواحد الصيغة هي اللي جات المجلس المستشارين كمقترح كيفاش غيتم يعني توزيع ذاك الرصيد اللي تمفر خلال هات ثلاثة سنوات اللي تقريبا واحد فيه واحد تقريبا مية مليون ليل الدرام هاذي الصيغة فيش جات للمجلس المستشارين هي اللي جات مقترح قانون فج مقترح قانون عن المستشارين قبل المستشارين واحد شهر قبل يعني شهرين تقريبا كانوا اخده قارار لاحطة طوبة بش مشوف ذاك الاتجاه ديال تصفية ديال الواحد فاش كان نقاش داخل 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 المجلس على الصيغة كيفاش يده ذاك تصفية فيها تم اتخذ قرار فيها ولكن كيفاش صيغة. واش نشدو دك المشروع اللي جا من المقترح اللي جا من عد النواب وندخلوا فيه المستشارين. واش دار مشروع واحد جوج دي الأبواب. واللي دار مشروع مختالي. مقترح مختالي. بما ان الوضعية دي المجلس النواب ماشي دي المجلس المستشارين. بالمناسبة الصندوق ديال تقعو دي المجلس المستشارين. غد يبقى حتى الـ 2024 عادي وقع فيه ما وقع فيه مجلس النواب. كنا اتنين دي الفرق. دكشي اللي وقع فيه الفين وسبعتاش في النواب. حتى الالفين نهاية الفين وثلاثة عشرين. بداية 24 عادي وقع دي المجلس اتنين دقريبا. نعم. ففي الاخير تنفقوا المستشارين باش يدار واحد مقترح خاص. ديال المستشارين لانه عنده بما ان الوضعية دياله مازال ما وصلتش للإفلاس. ولكن يعني مشكي الجاي. ديستطرح. وكاني الناس اللي دابا كي ياخدوا التقاعد ديالهم اللي توا معدهم حقوق في هداك الصندوق. لانه هو داك فاش يداروا الناس المساهمات بالنظام اللي مديور ديال هاد التقاعد. يعني هي رصيد باش يستبدوا منه الناس اللي اللي يخدوا التقاعد ديال. درنا مقترح آخر. وتم يعني دراسة واحد مجموعة سيناريوهات اللي كتمكن اكبر عدد ديال هادوك المستشارين اللي متقاعدين من الاستفادة. يعني المقترح اللي جامل مجلس النواب. نعم. في تقريب ان الف وتلتمية ديالناس الف وتلتمية ما بين متقاعدين وما بين رهم نشطين الان يعني المجلس. كان تقريبا الف وتلتمية ومشي شوية. المقترح اللي جاوبيه مجلس النواب يعني واحد ستمائة وسبعين تقريباً اللي غادين يستفدوا من هداك الراصي اللي كانت واحد سبعمية فرا في هال متقاعدين للقدام ودام ما غاديش ما غاديش تطافي غا ما يتوقف على هاد معاش ديلا ما تقاش تستفد وعند كنيت تفهموا تفهموا تشي لأنه الوضعية ديالهم ماشي بحال وضعية مستشاري مستشاري الوضعية أحسن ولكن وبالتالي الأخوة المستشارين ارتاؤوا بأنه يلدر هدا هاد هاد التصفية اه تمكن الاستفادة الاكبر عدد ممكن من ذوك المستشارين الطابعي وهي اللي جا بها هداك الاقتراح للدار ولكن من بعد اشنو قاعد نعم نحن نوصلنا دراكي ما تقولوا مربط لطرق اشنو قاعد وكانت هاد المقدمة ضرورية لا ضرورية طبعا لا لا مهم ما باش نفهمو على لسانك شنو يعني كان اتفاق كان الاجماع داخل اللجنة لأنه هدا مقترح جامل عند جميع الفرق اللي في البرلمات نعمو بأنه مقترح جامل وافقت عليه جميع وافقت عليه اللجنة بالاجماع بحضور جامع الفرق من المؤال يوم ثلاث في اليوم اثنين في العشية على اساس انه الثلاث كانوا يتقدم في الجلسة هادك الوقيت كانوا يعني صريحات من طرف بعض البرلمانيين من الجانبين يعني وبدأ نقاش اخر حول الفهم ديل هاد المصطلح دالراصيد اللي كنتكلموا عليه واشا الراصيد هو الراصيد اللي كاين فاد الصندوق واده هو الحقيقة ولا الراصيد قسطا نعزله في ذاك المساهمات اللي كانت ديال المستشارين او البرلمانيين مع المساهمات اللي كانت ديال المجلس ولا نقاش وبما انه هادك الكلمة ذا الراصيد مستعملة في القانونين يعني كان ضروري انه يتم ارجاع عنده كل المقترحات بجوج باش نعاودوا نناقشوهم نعاودوا ننخضوها يعني اه معطايات اخرى من عند الصندوق وذك شير جدرنا الاجتماع اه ديال جيولي اه مع المسطلح وكي باشي ولكن كي اللي قال بانه هذي تصريحة هتا هي الدرس وسبق الناس احنا سجلنا حلقة خاصة في هذا الموضوع في الأسبوع اللي مضاك كي اللي كي يعتبر بانه مقتح القانون اللي خصو ياخد المستشار من الصندوق ديال التقاعد فقط يعني مقابل المساهمة دياله هو لا ولكن وتعتبره نكمل لك باشي تصريح الناس تعتبره بانه يعني ياخد المساهمة ديال تلك داليك من حقه واكن ياخد المساهمة ديال ومساهمة ديال الدولة اللي هي مجلس المستشارين ويتم توزيع ديال ما تبقى هو اللي كان موتير بشكل كبير ويبغي نفس شرح الناس يرحل كيفاش تقريبه لات المليار وليات مليون كيفاش توافقتوا لانكم توزعوا تتاع ما تبقى لا هذك شي باش دابا مثالا طريقة اللي داروا في مجلس النواب اللي درناها عندنا في مجلس المستشارين الناس اللي دابا متقاعدين في مجلس المستشارين ودرنا لنحساب ولقينا بانا المساهمات اللي او الاشتراكات اللي كان نشارك بها اقل بقليل من التقاعد اللي اخددابا شي واحدش التقاعد هذي ما نعرف عام والله دابا كيش التقاعد وهذك التقاعد اللي يوصل له اكتر بكتير من ذاك الاشتراكات اللي كان دار شنو غادي يخس يدقلوا يرجعهم يخس يرجعهم ما يرجع مش لان اخدها في اطار حق ديالو حق ديالو كيعطيه له هذك القانون لان كما قلت لكم هذا قانون اجباري لان هذا كله كانوا اخدهوا التقاعد ديالو واخدهوا قانونيا مش يخدهوا شي حاجة غير قانونيا وقانونيا الى بقى الصندق هكا قانونيا قد يبقى ويستفدوا من التقاعد ديالو حتى الالفين وعبعة وعشرين قانونيا حتى ما يبقى فيه التاحجة قانونيا يعني ما كيش شي حاجة خارج القانوني سمعت في البداية ديالو الحلقة قلتي غير اخلاقي وغير انا هده نقاش طبعا شي سمعتو سمعتوه قريتو شوف النقاش القانوني محسوم اشنو اللي محسوم لا النقاش القانوني مفيش شي حاجة خارج القانون هاد مقترح القانون ديالو اللي كتو اه احتهد اه قانوني مفيش مشكي المشكي اللي كيندابه هو الناس بتتكلم على اخلاقي مفاسر حالي هذك ثلاثة المليار ومئة مليون تتوزع عليكم المستشاري نقصد طبعا ماشي المستشاري بسرح لينا هاد اول مرفيط الفارس كانوا سيناريوهات سيناريو الاول يتم ارجاع فقط الاشتراكات الى درتي هاد السيناريو الاول يل ارجاع الاشتراكات تلتمية وثلاثين تقريبا ديال المستشارين السابقين ما 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 زافي ما يبقى يرجع لي هوا وغاتبقف عليهم التقاعد ودقول لي هم سافي سالة سالة الموضوع وما عندهم جاءوا عند البارح جاءوا عندنا بعض المستشاري القدام اللي كيتشكوا من الوضعية ديالهم رمشي كلهم البرلمانيين السابقين ووضعية ديالهم يعني زيانة جاءوا كيتشكوا يعني واني ممكن نقصوا موضوع من الماد تقول لك أنت تقول لك ما يلكش توقف علينا دبا هذا هذا شيء إحنا جينا وشاركنا وساهمنا وكنا نساهم ودبات جونه والإنهات جوا توقف علينا هذا التقاط إذا السيناريو هذا اللي درنا اللاول بحل مجلس النواب هات 334 ما تستفدوش ما يستفدوش ما يستفدوش ما درنا واحد السيناريو التاني اللي فيه الإرجاعات داخل فيها الحساب ديال هذا داخل فيها الاشتراكات والمساهمة لأن يعني كلها تتضع باسم ذاك البرلماني في صندوق هذه تهياء محلات لنا المشكلة وحتى 250 تقريبا ديال المستشعر القدم يعني استوفوتها هذا الشرط هذا توقعت جمع المساهمات والاشتراكات ذاك التقاعد اللي خضاوا كتر من هاد كتر من هاد إذن باش يمكن نحتادوك ال160 القرآن اللي تهياء يعني متقاعدين تهو ما غدتوقف لهم وحد الحق ديالهم ولكن يعني يستبدو من هاد الراسي اللي مازال زدنا هادا هو اللي قلت توزيع ولكن توزيع اللي عندهم الحق في صندوق وماشي اي واحد اللي عنده الحق في الصندوق هذا هو الشي اللي يوقع اللي يوقع فيه من بعد النقاش ولكن نقاشتي مكن رماشي كل شي يعني عنده نفس الفهم ونفس التفسير لهاد الموضوع يعني ما بان بحله كأنهو البرلمانيين انت اقول شيري قبل قليل بأنهو نقشتو داخل اللجنة ونقوينات يعني ونكون كتو قد تناقشو كتو قد توجدو المقصرح قانون مكنش يجي الاخر لحظة قال لا ارى ما فهمتي شنو مقصود الرصيد وشنو مقصد بينجا دهو اللي دايبه اكثر اتارة تاني لا مش اكثر اتارة لان في واحد نقطة اخرى ما قلتاش لك في اللول تفضل لا في النواب ولا في المستشارين نمشينا باستيغاث يلي نمشوا يكون دائما توافق لان هذا قانون خاص ده ماشي قانون عام يهم يهمكم انتو هذا قانون خاص يهم فقط فئة معينة هي البرلمانيين قانون كي يخصمهما هذي البرلمانيين وبالتالي كان الاتفاق من البداية عندنا حاولنا نمشوف التوافق وخصنا نمشوف التوافق دول اخوان كون شي تيقول شخنا نمشوف التوافق لان هذا تهم الجميع تهم البرلمانيين اللي دابا كي رهو برلمانيين وكهيم البرلمانيين سابقين خاصة دار شي حل ليحفظ الحقوق ديال هادو كل ديال الناس اللي قبل في حدود الإمكانيات لإنه كينتتفاق بيننا ممكنش الدولة تحط الفلوس في هاداك الصندوق باش يدار تصمية ديالو وتشراه كان نقاش بواحد لقيته وصاف يتم وأنه يوقف هاد السناديق هادا ما مقادش مفهومة من الآن كينتطور ديال حتى دي المجتمع كينتطور مجتمعي أحيانا كيفرض بعض الأمور لخصة تاني طبعا كان نقاش عمومي حول ولكن بعد لاحظنا ما بين العشية ديال الاثنين والثلاث ولا نقاش بدان شوية نقاش من خلال بعض الأحزاب أو لبعض النقابات ولا نقاش مبقاش داك الإجماعة تعرفتش كيكون قانون كي يدار عليه الإجماع في اللجنة وكي يجي المجلس وتي تم تصويت عليه إلا ما مبقاش الإجماع تصويت دياله وتي ولي صعيب انت فقين أولا علاش كي ولي صعيب لأن تقدر تصويت عليهم بعد تعطيك شي حاجة ما عدتها معنى لأن فاش كي تكون إجماع يعني التعديلات اللي يمكن يدارك يكون إجراء بشأنها توافق وهذه كيتتابقوا توافق بحل لك أتقول إلا ما كانش الإجماع كي يكون في الغالب إلا ما كانش الإجماع كل فريق تيحتفظ بالتعديلات اللي هو بغي يديرها على ذاك القانون ويطرحها في وكيطرحها في الجلسة العامة وكيتم التصويت عليها وكيتم اتخاذ التعديلات اللي يتم عليها الأغلبية وبالتالي وطالب القانون يتم التصويت عليه بالتعديلات دياله على حسب أولا إحدى بالأغلبية أو كيぞر توافق بعد كي يخسر ذاك ذاك الإجماع تأتتتتتتRI لإجwegsكالية وكيتم التوافق عليه إما يتم التوافق عليه في إطار dudeheng المنهجي اللي تكلمنا عليه تتفقى توافق ويرجع لمجلس ويتم التصويت عليه يدوز بالاغلبية دياله خطمح لي باش ندوز تفاصيل اخرى تهي مهمة نبغي اولا نسولك كيف اشنو قصته بتوزيع ديك 3 مليار رمية مليون شو اللي هيستهبب منه باش هتا المشاهد او كي اش ندوز المليار بعدها 130 مليون 130 مليون ديال درهم او هذا كلام اخر لا لا 130 مليون ديال درهم هي اللي متبقية هو ده الاول راصيد والراصيد هاد 130 مليون درهم فمجلس النواب كينت تقريبا 900 مليون درهم او كينت مساهمة ديال لا واتبع في مجلس النواب كانت تكلموا لعي راصيد مجلس المستشارين لعي راصيد الراصيد في مجلس النواب 100 مليون تقريبا وفي مجلس المستشارين 230 مليون درهم هدا هو شلي كينت بعد ثلاثة المليون او 40 مليون درهم نضعنا درسة ديال او ممكن نجول لها ممكن نجول اللي راصيد لاننا قين laughing والمستشارين empre oppressed قريبا غدا جي شيشي 4.8 مليون درهم نفسها هي مسامة دي المجلس دي المجلس المتشارين. واقع. وها بتبقى شي حاجة. لا هنالك الناس اللي دابا متقاعدين. شنو قد ينقول لهم? ما فهمش هدلا. هده المتقد يلغة تبقى شي حاجة. راها كينا عندها. اهد شي قريناه. راكي اللي قال. لا رد او المسال. لا اسم قياس. تكشي بشي لا كنت تكلم معك دبا. كان عطيك المعطيات. دبا ما بين اثنين وثلاث. انا عارق باقي كان عطيك المعطيات. نعم. متعلقة بها الصندوق. تنقول لك شو واقع فيه. را كي اللي كيفهم في القانون را غيفهم قانونينا. شك يعني. شك يعني. يعني هاد تعاضوذ اللي كين في الصندوق. اللي عنده شي فهم اخر را غادي ديره. كل واحد يدير الفهم اللي يبلو. انا عايقا نقول لك الوضعية كي ديرا ديل هاد الصندوق. بانها را هي متعلقة بالناس اللي كتدير مساهمت دياله. لا كنتش فينا. ومتعلقة باشخاص اللي كيشدوا واحد تقاعد ديلهم. يمكن تقول يا ما عندوش الحق ياخد تقاعد ولا عندوش الحق نقاش. ولكن هذا كي ياخد تقاعد. ماشي. 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 اوشي. لا. عار خاص الناس تعرف. نعم. بان هاد الناس اللي كي ياخدوه التقاعد. كي ياخدوه بناءا على قانون. حتى بعد مرات تتين مقرأ بعد. نات الصحة هده. تيجيب لبالي بحل الناس. بحل الناس هاد الناس اللي كي ياخدوه التقاعد هذه البرلمانين بحل كأنه هم تتراموا على شيء اموال ما شي ديالهم. هذا هذا نظام الدار وكي ما قلت اجباري. هذا نظام الدار اجباري. انا لست هنا اللي ادافع عن فئاتي. انا هنا باش كن نقول لك اشن هو الوضع اللي كين. قانونيا كيفاش مديور. اشنا هي المسببات دياله. اشنا هي المعطايات اللي كينة. الشرح والفهم. ممكن يكون قانوني. ممكن يكون سياسي. ممكن يكون اجتماعي. ممكن يكون هادك تفسيرات اخرى. هي اللي اعطاتنا هاد الاهتمام ديال الرأي العام بهذا الموضوع. الاهتمام بالرأي العام بهذا الموضوع. يعني انه كين تساؤلات. يعني كين شي حاجة كين شي مشكل. مهمتني لانه اهتمام ديال الرأي العام بهذا الشكل بهذا الموضوع. يطرح تساؤلات. يطرح تساؤلات. ولكن. كتابات وتنميلات ومواقع. ولكن هذا لا يجب ان يجعلنا يعني نبتعد ايضا من ما هو قانوني. لك احنا دولة دياله قانوني. المؤسسات. والحاجة اللي قانونية قانونية ماشي قانونية ماشي قانونية ماشي قانونية ماشي قانونية وكيف اشترد على برلمانيين كسبوا بأن هذا المكسرح قانوني مش اخلاقي وفاضي هادو جوجد البرلمانيين وكيف اشترد على 393 برلماني ما قالش هادشي وستوطوا عليه بالإجماع احنا بعض المرات كان مشيو كان هتمو بواحد جوجد الناس نادو قالوا لا ولا قالوا شي حاجة لأسباب لمزايدات سياسية ولا بغي يبدو يبانو عماهما ما عندهم شي يعني عندهم ما عندهم ما نعرف ما عندهم هما يشرحوا الناس ولكن كانوا يتنازلوا هما على شي ديالهم قاع كلها حتى التعوضة النواب البرلمان كان عليهم يتنازلوا عليها يلا ولا باش اعطوا واحد صورة مغايرة وعادي جيو يتكلموا ماشي حتى قدي تكون انت واحد ضمن 395 قدي تقول واحد الرأي باش الناس تهتم بك وتبان بانك انت عندك شي حاجة اضافة ماشي لا اضافات ديال نواب بلاد المستشارين كيتسنوا هالمواطنين في المسائل اللي كتهم المواطنين في الدفاع للقضايا المواطنين وفي العمل اليومي وفي الليجان وفي التشريع العمل البرلماني راه شكلها راه يعني اكتر من هادشي بي كتير طيب شنو شنو اللي جرى طبعا وقع هاد الخسلاف ووقع خلاف كبير مش هاد خسلاف شنو اللي وقع في سمعنا بان نوت تعقدات يعني لقاء ديال كتسمي من دوات الرؤساء هادك ثلاث اللي قبل لا كانت اللجمة ما قاشت جمعات نوت الرؤساء بعد القانون ولا عند اللجنة المالية قاشت نقاش لا مني ما تمش يعني الحرارة مفوت طيب مني ما تمش رجع على اللجنة المالية وعني طلبنا منا اخوان في صندوق الإذاع والتدبير باش يجعوا عطونا تفاصيل اكتر وعطونا اضاحات طيب ومن بعدين عاودوا نقشوا باش نلقوا الحلول يعني طيب بذا لو توضعنا وذا بوصلنا يمكن كما تقولون المربة الفرس آخر اللي قال لي تشعقد الفارح مع الصباح مع الصندوق الإذاع التدبير نبغيو احتى المشاهدين كذلك يعرفو شنو على الأقل يعني واحد المبراولو مختصارة شنو شنو جرى فيه شنو تم فيه هنا اعطيتك بعض المعطيات في اللول هي بعض المعطيات اللي تزادت الضغف ساعة وثاني من عند هذا الإخوان دير سيدي جي لانا عطونا معطيات تتعلق بمجلس النواب اللي مكان تشعدنا في اللول باش نفهموه احتى على مستوى المجلس دير النواب باش ندار بحال عش مسانوير حال الأرقام دير حال الناس المستفيدين هاد الاقترح اللي جابو وش حال الواحد غادي يخرج من هاد الاقترح اللي دارو ما غاديش يبقي يستافد نهائيا اللي قتلك في القبيلة ها تقريبا سبعمائة ديال النواب القدامان اللي ما غاديش يستافدوا من هاد من هاد طريقة اللي دارو دارت مجلس النواب ديون اللي كين على الصندوق الجانب ديال الناس اللي كان خصت تاخد تقاعد مخضاته وش خلال هاد ثلاث سنوات اللي فاته هادي معطيات اضافية ذاتنا ديال النواب وذاتنا معطيات حول مجلس المتشارين منها مثلا بانه عرفنا ام تغادي يوقف الصندوق كون كان بقامة تامر يعني ستال الفين واربع وعشرين هادي كلها معطيات اضافية اصبحت اليوم عند المستشارين وعند الفرق ديال المجلس المستشارين باش ياخدوه بعيد الاعتبار باش نحاولو نوصلوه لوصلنا لشي صيغة تاني متوافق بشأنها ماذا ديال ديال بالمعنى ديال انه صندوق مثلا ديال النواب بعد وقف من ذاك الوقت الى اليوم هاد الناس اللي كانوا يعني النواب السابقين والناس اللي مبقاوش يعني نواب الفترة السابقة من 2016 حتى اليوم هادو كلهم مبقاوش كي ياخدو تقاعد ديالهم من المفروض انهم ياخدو هادو حقوق اللي هم في الصندوق كان خصوهم ياخدوه خلال هات الفترات كل هادو ثلث سنين الى قلنا بأنها كي ياخدو تقريبا واحد ثمانية وسبعين مليون ديال درهم سنويا وهي تقريبا واحد مئتين مليون ديال درهم كان خصوها تعطى الناس بعد اللي اللي عندهم حق في هادو صندوق في مجلس النواب قبل ما نتكلموا على هادو الراصيد اللي تكلمنا عليه هادو هادو نيقات ولكن في الاخير احنا قلنا كما قلت في الاول هادو صندوق خاص كيهم هاد الناس . اللي لان لمجلس النواب تافقوا مع الناس اللي اقدام وهوها ولقوا اللي الصغا وداروا عليها القانون ديال المجابوه لان كل شي باش كنا احنا بمجلس المتشار دعنا ما نقيسوش هاد الصغا اللي داروها مجلس النواب واجابوها but they're to defend with arbitrary make mistakes ه утنما كان بتاشي مشكله لان هذا قانونih تخصوهم وقلنا كنتك أتكلموا على الصغا اللي خسنا دعوا самые Erin begins to believe a teenager هدو صغا أخرا كل ما إذا كانت استيغة أخرى إحنا في مجلس المستشارين استيغة اللي دارت كتمكن جميع المستشارين بأنهم اللي غير رجعلوا لمساهمت دياله اللي غير ترجع له الاشتراكات اللي غير ترجع له نفس فاد اللقاء فاد اللقاء دي مع صندوق يدارت ببان ببان لكم ولا من خلالهم هو ما كدك تنقاش بأنه هاد المقترح غادي يكون يحل هاد المشكل كيف ما كتتكلم معدي الآن لا، الدابة اللي وقع هو أن المقترح رجع، رجعناه باش ننقشوه، ما غاديش رجعناه باش ننقشوه باش نردو نفس المقترح يعني نفس النقاش اللي تعمل في ذلك المهار غادي تعاود نقاش وبالتالي شي حل دابة واضح ما زال ما ما وصلاش لي كان تعير نقاش من بعد ما استمعنا الناس ديالسي ديجي دلنا نقاش عام لي شرح يعني شنو ما وقعت شلي كنتكلم معك عنه اليوم والمعطاية اللي كيناه إلى غير ذلك دابة قد تدابل وراء خلال المناقشات خلال المناقشات ما بين ما بين واخ قبل كذا يكسمح لي أنا كان قاتحك لأنه وكي ناسي لا لا استرحة كي يشيح ويش مهم مين أنا 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 بحقها قبلت باش نتكلم معك على الموضوع لأنني رئيس لجنة المالية وكنتكلم باسم اللجنة وكن شكرا بارك الله وكن أعطيك معطيات على النقاش لا دجارة داخل اللجنة وكيفاش الإخوان اخدوا القرارات ولكن أنا يعني شخصيا كنت أفضل فاش نكون في نقاش ولا يعني نقاش معكم ولا مع القناة ديالكم نكون في قضايا اللي يكتهم المواطنين يعني القضايا الاقتصادية قضايا الاجتماعية قضايا طراضية لي يعني اللي المعيش اليومي يعني ولكن كان عالجواتي لقيت راسي مجبر أنني ندوز واحد الاربع ساعة ولا تولد ساعة كنتكلم على موضوع لا كنت أنتظر ما كنت أتصور في الحقيقة أنه كان غير يقض هذا الوقت كامل ديالنقاش ولكن خدايا مش يعد نعنا خدايا فعلا مش يعد نعنا خدايا فعلا مش يعد نعنا خدايا في الشارع خدايا في الشارع وانتا قلتي قلتي بأنه كانت تفاعلات وراه قريتي لا مش مقرية قريتي رايزة وسطكم أنا أتفهم شوف صحافة اللي كتكلم لدرجة أنه ونحن لقينا كتكتشوف بأنه هاد مقترح القانون حتى وصل من الساعة كان يتصوت عليه وتوقف لذلك ما شكل أحدث مبيل أحدث أخرى هذا من سبالي يشوف هذا موضوع أن الصحافة تكلم عليه وأنه عادي هذا الشي عادي وانه دخل في الدقاش وقع في اللقاء ديالا سيديجي في اللقاء دي في منذ قدع التدبير حنا كم نقشو قادية أخرى في قادية في حلقة أخرى كل الأمور بسياقاته انتا سرحا كوي الموضوع جاك فاد فاد العادة مادن من ديره مرة أخرى نقصل معك همواضيع أخرى وخاف حقا ما زال بغي نشوف معك شوي دي الحزب الاستقلال مرحبا وشان قدرون شوف الحزب تتقلال في الحكومة الجاية ولله وكل حزب يتمني يكون في الحكومة ما كيشي حزب لا يتمنى أن يكون في الحكومة وأحسن من ذلك يتمنى أن يقود الحكومة نول 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 الأمل للكل كل حزب ما مع مكان قيادة الحكومة تعني أنه البرنامج ديالك اللي تقدمتي بالمواطنين عدك حد كبير أنك تنفذ منه نسبة كبيرة تكون كتقود الحكومة يعني كتفرض أنت كتولي التحالفات اللي كتديرها كتديرها بمنطق أنه تم الاتفاق معك على أكبر نسبة ديال 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 البرنامج الاتخابي ديالك ممكن نجح أما معا من التحالفات يعني أحسن استقلال قلنا هكثر من مرة ما عندناش مشكلة قبل أن نقشوا هذه المحوات يحسن استقلال بقى السؤال ديال نعم لي أنه واش اللقاء اللي التعقد مع صندوق إذا تبير الفرح مع الصبح هادك مقترد بخلي النقاش اللي غدره غتنقى وتوليفة معينة بعد ما الفرق كلهم غين نقشوا أيها الأرقام الجديدة مقترحة الجديدة واش بالليوم هما عادي مقترح منطقي كلهما الناس إخوان خبارة لا الـ CDG هما تقنيين هما عندهم كينتفاقية ما بين المجلسين وCDG لتدبير لتدبير الصندوق بناء على القانون هما تطبقوا القانون عندهم الصندوق وعندهم القانون وكيدبر هما فقط تقنيين يدبرون هما فقط تقنيين يدبرون هما عندهم شوما تدبير صندوق لأنك ما قلت لك احتم نقاش اللي دائر ليوم الخلفية القانونية دياله بشكل دك تعتبر بأن وهذه قرض الأفعال يمكن عنده علاقة بالسياسة أكثر ما عنده علاقة بالقانون ما عندهش علاقة بالقانون القانون واضح لأن القانون واضح القانون إذا خلينا دبا هات الصندوق ديال المستشارين ما قصناش فيه ياك وقحة الـ 2024 وصافيه أفلاسة يعني هاد الرصيد اللي كنتكلمو عليه اليوم كله خلال هاد ثنوات السنين تم إعطاهو على شكل معاشات للناس اللي عند الحقوق ما كين تخرق ديال القانون ما كينش خرق ديال القانون يعني بالقانون الرصيد كله غادي بولي صفر بالقانون ما في استمرار ياللي كينه يعني ما كينش مشكل ديال القانون كين مشكل ديال انه يعني دار نقاش حول هاد الشي ديال تقاعد البرلماني تهورة كين فيه نقاش كين تيقول خصوه يبقى وخصوه ما يبقاش ودهك نقاش ما رجعوش لي لاننا فتناه دبا صافي تم الاتفاق على يجيب التصفيات وإلغاء المعاشات كيف يتم إلغاؤها في اللي ما كينش عليها دبا كين آراء مختلفة مختلفة ومتناقضة صحي موقوش ترجعو لي ما تحقر انتم ما اللي خلقتوا الحادث حنا ما كنا نتوقع انه واجح شي وصل البيناتكم لهادي المستوى شي بقى يتاهم شي بلغات أخرى المستشارين بعضية هم لي خلقو هذا الحادث في الصحافة ما ليش ما ليش بيناتكم حنا محنا صورة لكم لا في النواب لا في المستشارين لا في النواب لا في المستشارين لا لا قل من 0.5% الناس اللي مكانوا جدا امتى مقبين على مناقشتوا من جديد زي ما باش يمكن تلقوشي حلو انا كنظن ده بغاد يكون نقاش تكون امور ترخفات ده باش مياه لا بأت علاقة بلو ترخفات يعني بدت معطيات كتبان اكثر معطيات كينة ده با مهمة الناس دات عنهم صورة اكيد غا يخطوا بعي الاعتبار ما جرى غا يخطوا بعي الاعتبار المجموعة دي النقاش العام لكي اللي بده ما يتخذ بعي الاعتبار وغاد يكون واحد اتصال التواصل مع الفروق والمجموعات لا في النواب لا في المستشارين نلقوا الصيغة اللي عليها توافق انا اعتقد يمكن نلقوا الصيغة عليها توافق ونرجعه لان هاد شي خصو خاص هذا النقاش ما يبقاش خصوية الثلاث القريب العاجل خاصة انه تلاحظو انه السناء دي السناء دي الانتخابات حتى الاعزاب السياسات تكون مئة ما يجنسوكوش حزب الاستقلال جايز لان يكون في رئاسة الحكومة هي حزب غير يقول انا جايز وكي سبحلي ان ناخدوش شق الاخر من موضوع دي الحزب وانتخاباتي لحدود الالباقي ما تحالش مشاريع القاونية الانتخابية على مجيس حوطنوش تعتاقد زي ما المعطيات المتوفرة رح ماشي بين اعلى التعليل يمكن واش قد تعتقد حول دورة ستناعية ولا يمكن ما بين الدورتين واش قد تعتاقدو انتوما عضو لجنة نفيدي حزب الاستقلال بان المدة المتبقية يعني كافية التهيئ جيد للانتخابات خاصة انها كتجيب بعد السياق يعني نقوله استثنائي ولكن خاص بالمقارنة على الاستحاقات السابقة هو ممكن نقول لك انه بحقيقة لان هذه القوانين التي تتكلمها هي مسؤولية الحكومة والحكومة كان عليها شحال هذه تجيب هذه المقترحات والقوانين الانتخابية كان عليها تجيبها تعطلات فيها لانها مشكلة حكومة واخرات في البداية للنقاش مع الاسف هذا الشي اللي وقع ديالكوفيد وديال الازمة الصحية عود ذات اخر نقاش ولكن فانش بدينا نفس النقاش خرجت هاد الامور ديال القاسم الانتخابي وداللي توا أتالى كثير من المداد وتوا يعني والتي هي مسألة واحدة مسألة كانت جانبي اصبحت هي مسألة مهمة في النقاش واخرات نوع الماء التقديم ديال الحكومة لهذه المقترحات لان هنا كان طلب ديالنا استيد رئيس الحكومة هو انه كانت مقترحات من جمع الأحزاب السياسية كانت تقريبا واحد سبعين تلتلتلين ثمانين في المئة ديال هاد المقترحات كان عليها توافق ديال الأحزاب ها هي ما فيها مشكلة بقات واحدة نسبة معينة ما عليها توافق هذي تجيبوا مقترحة للحكومة كي يباليها بزيال تجيبوا البرلمان ويتموا ديك ساعة النقاش عادي لان البرلمان في الأخر هو اللي غادي يقرر هذيك القوانين هذي العمل يا مدارتش هذي بات أقرأت اليوم ده برحنا مقبلين ما بقى والو لنهاية ديال هاد الدورة ويمكن بداية فبراير نهاية الدورة لما أبقاش الوقت يعني لا أعتقد أنا شخصيا لا أعتقد أنه سيكون النقاش ديال هاد القوانين في هاد الدورة إذا ما أبقاش هاد الدورة كنظن سلاح يوجد الحلول إما دورة استثنائية ما بين الدورتين هذي ود أفريل هذا بيد الحكومة إما في الدورة الأفريل إلا بشي نحتل دورة أفريل يعني انتخابات رأى مش هاد حتى نهاية السنة وبالتالي القرار اليوم في قيد الحكومة هي اللي خصت تصرع باش تجيب المقترحات لبرلمان أذكرت قاسم انتخابي أشخي بستقلوه شو وضح عليه المقترح الموقيف من المقترح لا دا أولا أنا بغيت أن أخذ رأيك وش الحزب عندهم مقيف لا أنا كنت لك باقي كنا في طار نقاش ديال باكتج كامل ديال انتخابات كيفاش غادية تتم والأهم منها كنا كنشوفوه شنه هو الأهداف ديال هات انتخابات شنه؟ علش بغينا نبدل القوانين انتخاب بغينا نبدل القوانين انتخاب يوم الحزب تغير كل مرة لأنه لاحظ كين إشكالية ديال الثقة في المؤسسات المنتخبة وكين إشكالية ديال الثقة في العملية السياسية وديالعزوف عن السياسة وديال المشاركة الضعيفة وهذا هو اللي كان البداية ديال النقاش اللي بدين احنا على كل حالك حز التقلال فاش درنا الرسالة أو المراسلة للرئيس الحكومة اللي بدء المناقشة حول الانتخابات كان ديال اول هدف وكل هدف من هذا الهدف النازاهة الشفافية المشاركة القوة ديال المؤسسات المنتخبة هذه كلها كنا درناها هي المنطلق وعليها درنا الاقتراحات يعني هذا مشروع خاصه يتشاف متكامل متكامل مالشي نخرج واحد مقطع من ذاك المشروع مالشي نقول وهذا المشروع اللي تكلم عليه الى حدود الان نقاش وتوافقات لجريحة ومشايا القوانين كتعتقد بانه متوفرة لحد الان مشي مشكلة شوف كل المبادئي تكلمتي عليهم توفر الاتفاق مزيان هذا الشي اللي بغينا اللي كانت كدر ديال من هكا توافقات وده مزيان ما تبوفقناش بالتوافقات خاص ديال القوانين البرلابان لا فكرة واضحة هاد القاسم انتخابي نحن بعض المرض كنخاف واحد وثاني من نجول حاجة اندوصف الانتخاب لا فكل احوال كل احوال خصت تصوي طرف ايه خصت طرف اذا نخص واحد الفترة معينة كي اللي تعتبر وكي اعتقد بانه يمكن غاد دار يمكن خصد دار شي اه فترة نبغنا نقوله يعني انتقالية يمكن رئيس حكومة يمكن يقدش لقاءات مع ممكن مطلب اتطلق الكنه يمكن لقاءات مهند ما بين الأحزاب والوزارة الداخلية أو شارع الانتهاء؟ أنا كنظن بين المرحلة النقاش مع وزارة الداخلية كنظن ستوفيناها لأنها الداخلية ليست مسؤولة على تقديم وطعوانين، رئيس الحكومة الداخلية قامت بالمهمة ديال أولا تجميع هذه المقترحات مع الأحزاب دار استماعات مع الأحزاب لفهم تصور لدارة الأحزاب باش تشرح عشنا هو باش تحاول تشوف عشنا هي الأمور اللي تم متافق عليها عشنا هي الأمور اللي مطلوبة طلبها الحزاب ولكن اللوجيستيكيين أو ذاكات صعاب أو لا سهولة ديالها باش تنفذي لغا ذلك هادش دبا رئيس الحكومة عندو الصورة ينخص دمان دو دول مرحلة القرآن ديال تقديم المقترحات وتناقش داخل داخل مجلسين برلمان مني غتكون الصورة واضحة وأسود على أبيض تكون أمور أكثر دقة ربما سيكون فرصة أخرى لمناقشة القادمة مرحبا صارح لكم ماشي غير لمعاشات ماشي غير لمعاشات فرصة أخرى واندها اقتصادية واجتماعية مهمة خاصة احنا مقبلين على برامج مهمة الحماية الاجتماعية واندها التغطية الصحية نتكاليوم اننا موجودين نحنا موجودين كلوا صبر مرحبا صارح المكوي شكرا مرسا الأخير على قبول بتاعها مرحبا محش نفذي ليا نفذ الحلقة مشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة إلى فرصة أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة